رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية تنفيذا لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فرق الإطفاء تواصل عمليات مكافحة الحرائق في اليونان وإجلاء الألاف من السكان ارتفاع إصابات فيروس كورونا عالميا إلى أكثر من مائتين وثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف إصابة السادسة مساء في قاهرة الرابعة بتوقيت جرينيت نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم موسيقى 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 أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاهتمام الكبير الذي يحظى به ملف التغذية المدرسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزراء التربية والتعليم والصحة والزراعة تبع مدبولي جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية وما تم من إجراءات في هذا الصدد والتعرف على المكونات الأساسية لهذه الوجبة وما بها من عناصر غذائية متكاملة تسهم في وقاية الطلاب من العديد من الأمراض وبدورها قدمت وزيرة صحة هالزايد عرضا حول التغذية المدرسية أشارت خلاله إلى قواعد تصميم وتوزيع الوجبة المدرسية موضحة أنه يتم تصميم هذه الوجبات طبقا للفئة العمرية وتحديد الاحتياجات اليومية للطلاب التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه المرحلة خلال اللقاء تناول وزير قطاع الأعمال العام الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها لإقامة المزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية وما تضمن ذلك من تحديد للمواقع داخل المحافظات المستهدفة خلال هذه الفترة لإقامة هذه المحطات موضحا أنه من المقرر إنشاء 3000 محطة شحن مزدوجة بهذه المحافظات وخلال اللقاء تطرق هشام توفيق إلى الجهود المبذولة للترويج للمنتجات المصرية والنفاذ بها إلى الأسواق العالمية كما أشار الوزير إلى جهود إعادة القطن المصري لمكانته العالمية وما يتم في إطار ذلك من تطوير لمحالق القطن باستخدام التكنولوجيا الحديثة قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة مهتمة بتنظيم عمل الشركات العاملة في مجال تطوير البرمجيات والتكنولوجيا المعلومات وتطوير صناعة السيارات وما يتصل بها من تكنولوجيا وخلال اجتماع مع ممثل جمعية اتصال وشركات تطوير برمجيات السيارات والمعدات نوها مدبولي إلى أن الرئيس السيسي وجه بتقديم الدولة كل أشكال المساندة والدعم لتلك الشركات وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف إلى الاستماع إلى كافة التصورات المطروحة من جانب مسؤول الشركات والتعرف على جهود التي تبدلها الشركات للنهوض بهذا قطع أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تشجع وتدعم بكل السبل الممكنة كل الأفكار والجهود من الشباب المصري وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه مصطفى قنزيل الرئيس التنفيذي لأحدى شركات النقل الجماعية على استعداد الحكومة لمناقشة جميع التحديات التي قد تواجه هؤلاء الشباب وتذليل العقبات أمامهم حتى يتمكنوا من الانتلاق بأعمالهم إلى أفاق أكثر نجحا من جهتي أكد قنديل أن مئات المشروعات في مصر استطاع أصحابها أن يصنعوا علامات فارقة ونجحات مبهرة يمكنها أن تدخل غمار المنافسة عالميا مشيرا إلى أن هذا كله يعود إلى توجه الدولة الواضح لدعم مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة يعكس رؤية القيادة السياسية لخلق جيل جديد من خبراء المعلوماتية لما يحقق نقلة نوعية في موقع مصر في الساحة الدولية وأضاف وزير الاتصالات عمر طلعت أن جامعة تهدف إلى المساهمة في بناء مجتمع متخصص في المجالات الحديثة والمرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى أنها أول جامعة في أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها وتساعد في توفير المهارات الرقمية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المحلي المتزايد خاصة والإقليمي والعالمي عامة عودة مرة أخرى إلى ملف التغذية المدرسية ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي سيد محمد اهتمام الرئيس بالتغذية المدرسية يعكس حرصه على التعليم وصحة الطلب برأيك كيف ينعكس ذلك بالتحديد على تطوير التعليم تحياتي لحظتك طبعا وتحياتي بجميع السادة المشاهدين خلال في البداية نتفق أن الرئيس مع ولايته الثانية أعلن مشروعين مهمين جدا وأولويات خلال هذه الفترة وهي التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري وبالتالي كان الرئيس عمل مبادرة 100 مليون صحة للمواطنين المصريين بناء على نتائج هذه المبادرة خاصة فيما يتعلق بالأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس وصلنا لنتائج أنه لازم يبقى فيه وجبة مدرسية للطلاب يعني فيها مقومات تقلل من نسبة الأنيميا والسمنة والتقزم وبالتالي كان اهتمام الرئيس ما فيش تعليم بدون صحة وما فيش صحة بدون تعليم لازم الاتنين دايما مرتبطين ببعض عشان نخرج جيل متعلم عنده المقومات الصحية اللي تأهله للعمل وخدمة هذه الدولة المصرية أو العمل حتى خارج القطر المصري ويكون قادر وعنده المقدرة والقدرة الصحية على القيام بالمهام المكلف بها وبالتالي احنا كنا زمان الوجبة المدرسية بيتم تقصص لها 3 مليون 5 مليون النهاردة بنتكلم في 7 مليار جنيه لخدمة صحة طلاب المدارس من خلال هذه الوجبات المدرسية اللي بتمثل 25% هذه الوجبة من مقومات الوجبات اللي بيحتاجها الطفل طوال اليوم وبالتالي الرئيس باهتمامه بهذه الوجبات بيعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بخلق جيل مختلف جيل يتمتع بقوة جثمانية وصحية وكل ما بنخرج هذه الأجيال عندها القدرة الصحية ومقومات الحياة اليومية بالتأكيد ده هيفرق مع مستقبل مصر خاصة أن هذا النقش هو مستقبل مصر القادم بإذن الله وبالتالي خلينا نتفق أن الرئيس بيهتم بصحة المصرين اهتمام مبالغ فيه لن نرى المبادرات الصحية اللي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية تماما خلال عقود كثيرة من الزمان عندنا القضاء على قوائم الانتظار القضاء على ميروسي النهاردة بنتكلم على وجبة مدرسية النهاردة كنا نتكلم من فترة على 100 مليون صحة مبادرات خاصة بالتغزية وأيضا خاصة بالصحة أيضا هناك إشادة دولية بما تم اتخاذه يعني برنامج الغزاء العالمي أشاد باهتمام الرئيس ببرنامج التغزية المدرسية قراءتك لهذه الإشادة طبعا الإشادة الدولية بتعكس حرص مصر أمام العالم كله على خلق جيل مختلف تماما عن الأجيال السابقة إحنا عششت عندنا الأمراض المزمنة بالنسبة لطلاب المدارس ويمكن يسأل في ده وزارة الصحة وأصحاب الدراسات إن احنا أصدع عندنا أمراض في الأطفال سواء سكر سواء سنة سواء أنيميا سواء تقزم وكل ده له تأثير كبير على التحصيل الدرافي اليوم بالنسبة للطلاب وعندنا نسبة كبيرة جدا طبقا للدراسات فيها تخلف عقل بعض الشيء لبعض الطلاب المصريين نتيجة هذه الأمراض وبالتالي كل الإشادات الدولية بمبادرة الرئيس لأن قلنا تلاقي رئيس في هذه الفترة بيفكر في أدق التفاصيل المتعلقة بصحة المواطنين حتى فيما يتعلق بطلاب المدارس إنهما كده كده يوميا لو ما فيش وجبة مدرسية الأب أو ولي الأمر أو الأم يتدي وجبة مدرسية عادية خالص نعم هناك اهتمام بكافة مناحي الحياة الكاتب الصحفي محمد الشرقوي كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك أكدت وزارة الصحة والسكان استعداد مصر لتلبية احتياجات الدول الأفريقية من لقاحات فيروس كورونا وذلك بعد سد الاحتياج المحلية وأكدت وزيرة الصحة لزايد جاهزية مصانع فاكسيرا لتصنيع أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا وتوزيعها على الدول الأفريقية من خلال آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على اللقاحات جاء ذلك خلال اجتماع انضم وزيرة الصحة ورئيس هيئة الشراء الموحد ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للصادرات والواردات لبحث خطة توريد شحنات لقاحات جونسون أن جونسون عن طريق آلية العمل الأفريقية بالتعاون مع البنك الأفريقي نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم جدوى قناة السويس الجديدة في تحقيق أي زيادات بإرادات القناة وذلك تزامنا مع الذكرى السادسة لافتتاحها وقام المركز بالتواصل مع هيئة قناة السويس التي شددت على تحقيق القناة أعلى إرادة سنوية في تاريخها عام 2020-2021 بواقع 5 مليارات و 840 مليون دولار رغم تأثر حركة التجارة الدولية بأزمة كورونا كما زادت إرادات القناة بنسبة 8.6% لتصل إلى 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2021 حيث أسهم مشروع القناة الجديدة في زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتصل إلى 97 سافينة في اليوم مقارنة بنحو 77 سافينة في اليوم قبل افتتاح القناة الجديدة أعربت مصر عن خالص تعزيها وصادق مواساتها للجمهورية الجزائرية الجزائرية وشعبها الشقيقة ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية والتي أصفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين أكدت مصر وقوفها التام إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا الحادث الأليم معربة عن صادق تمنياتها بأن يمنى الله بالشفاء العاجل على المصابين في ضربة أمنية ناجحة تجسد أطر التعاون الدولي ضبط أكثر من خمسة ملايين قرص من عقار الكابتاجون المخدر تقدر قيمتها بحوالي 180 مليون جنيه داخل مركب قادمة إلى ميناء الإسكندرية البحري كانت في طريقها إلى إحدى الدول تفرض أجهزة وزارة الداخلية رقابة حاكمة على منافذ البلاد الشرعية بهدف منع عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة من خلالها من هذا المنطلق وفي إطار التعاون الدولي مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية للحيلول دون قيام التشكيلات العصابية الدولية باستغلال تلك المنافذ في جلب وتصدير المواد المخدرة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة من إحباط محاولة جلب كمية كبيرة من مخدر الكبتاجون كانت في طريقها لإحدى الدول العربية عبر ميناء الإسكندرية البحري فبعد معلومات وتحريات للإدارة أفادت بوصول مركب قادمة من إحدى الدول إلى الميناء محملة بالعقاقير المخدرة المخبأة داخل إسطوانات أكسوجين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القائم على عملية الجلب والذين يحملون جنسية إحدى الدول واعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد إعادة تصديرها لإحدى الدول العربية وتأتي تلك الضربة لتؤكد على مدى التعاون والتنصيق الدولي مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية في إحباط محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة عبر منافذ البلاد الشرعية للوقاية من أخطار تلك السموم القاتلة التي تهدف النيل من شباب ومقدرات هذا الوطن عبدالله بركات التلفزيون المصري انطلقت أولى الفعاليات الإبداعية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في أربع قرى بمركز ساحل سليم التابع لفرع ثقافة أسيود بإقليم وسط الصعيد الثقافي وتنفذ الفعاليات قطاعات وزارة الثقافة وتستمر حتى نهاية أغسطس الجاري وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم إن مبادرة حياة كريمة تسهم في تطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة لفتة إلى أن الفعاليات تشمل العديد من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الهوية المصرية أعلنت مدرية الصحة بالدقاهلية عن إطلاق قافلة طبية إلى قرية تميت أبو خالد بمركز ومدينة تمدي ميت غمر بالدقاهلية وتستمر قافلة لمدة يومين وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال وكيل وزارة الصحة بالدقاهلية إن قافلة ضمت جميع التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين والصرف الأدوية بالمجان إضافة إلى التحليل والأشعة وإجراء الفحص الطبي للحالات المزمنة وتحويلها للمستشفيات لاستكمال العلاق قافلة في قرى أكثر احتياجاً لخدمة الأخصائي بيبقى فيها تخصصات اللي مش موجودة وبتبقى ندرة في الأماكن اللي موجودة بعيد بيبقى فيها تخصصات الباطنية والجراحة والنساء والأطفال والجلدية وبيبقى فيه معامل معانا صيدلية بيبقى فيها حوالي يعني تقريباً معاناً مرة دي حوالي 111 صنف من الأدوية المختلفة منها مضادة حيوية وأصنف كتير جداً أسعار غالية وأدوية لنوعيتها كويسة جداً تفقد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم عدداً من المشروعات الجارية تنفيذها بمركز بيبقى يأتي ذلك ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة الذي يتم تنفيذه في 66 قرية بمركزي بيبا ونصر وقد تابع محافظ بني سويف سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بقرية هلية الجاري إنشاؤه ضمن ست مجمعات خدمية كما تفقد سير الأعمال الجاري تنفيذها بمدرسة هلية للتعليم الأساسي وفي المدرسة الإعدادية الثانوية وذلك ضمن 19 مشروعاً في قطاع التعليم بمركز بيبا تنفيذ المشروعات على أرض محافظة بني سويف وزي ما تعودنا إننا كل أسبوع بنبقى في مركز مختلف من النهاردة كنا في مركز بيبا في قرية هلية علشان نتابع المشروعات اللي بتتم عندنا هنا مدارس الحمد لله دخل خلاص في العام الدراسي القادم عندنا مدرسة ابتدائية عملت في أقل من خمس شهور بتكلفة معدية 6 مليون جنيه وجنبها مدرسة تانية للسنة الإعدادية كل ده عشان يخف من التكدسات جوه الفصول خلينا كمان نقول إن كمان للأهالي في مجمع خدمات إن شاء الله حيخرج للنور قريباً إحنا بنتكلم في نسبة إنجاز 20% في لا وقت تقريباً مشروع مهم جداً وحيقدي إن كل مواطني قدر ياخد الخدمات بتاعته اللي كان بيضطر إنه هو يلف عليها في كل مكان اشتركوا في القناة أكد وزير الداخلية الجزائرية كمان بالجود أن اندلاع خمسين حريقاً في نفس التوقيت يعد من المستحيلات مشيراً إلى أن الوزارة ستبشر التحقيقات وأن الدولتها ستتكفل بعلاج أضرار الحرائق وفي الوقت نفسه أكد محافظة الغابات الجزائرية يوسف وولد محمد أن الحرائق التي اندلعت بعدد من المناطق سببها عمل إجرامي لا يمكن أن تكون لأسباب طبيعية وقد أصفرت حرائق الغابات التي اندلعت بمناطق عدة في الجزائر عن مصرع 14 شخصاً وتشهد البلاد حرائق غابات سلوياً حيث أتت الميران عام 2020 على نحو 44 ألف إكتار من الغابات يواصل رجال الإطفاء في جزيرة إيفيا اليونانية جهودهم لمنع حريق هائل من الوصول إلى مدينة إستية التي يقتنها ألاف السكان وقد أتت الحرائق على ألاف الهكتارات من إيفيا وقد دمرت مئات المنازل وتم إجلاء أكثر من 2700 شخص عن طريق البحر تشهد اليونان موجة من الحرائق الضخمة منذ أسبوعين بسبب الجفاف وموجات حرارة مرتفعة وقد أسفرت حتى الآن عن مصرع شخصين وإصابة العشرات قال وزير الداخلية النمسوي كارلان هيمر إن بلاده تكثف جهود المساعدات لمقدونيا الشمالية واليونان لمواجهة أزمة حرائق الغابات في البلدين مشيرا إلى أن الأهمية الكبيرة لتعزيز الإغاثة الدولية ضد الكوارث الطبيعية وأكد الوزير النمسوي إرسال نحو 157 من رجال الإطفاء النمسويين لمكافحة الحرائق في البلدين باستخدام 49 مركبة وأضاف الوزير أن مساعدة النمسا ركزت على حماية العديد من القرى والبلدات الصغيرة في مناطق الخطر أعلن السلاح الجوي الهندي عن نشر ثلاث مروحيات للمساعدة في عمليات الإغاثة من الفيضانات بمنطقة جالان بولاية أوتار باراديش وقد ذكر السلاح الجوي في بيانه اليوم أنه ألقى نحو 5000 كيلو جرامات من مواد الإغاثة في المنطقة منذ يوم السبت حتى الآن هكذا رئيس الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خالق شارما ضرورة إصدار دول العالم الأكثر تسببا في انبعاثات الغازات الدفئة خططا واضحة لخفض تلك الانبعاثات الكربونية بشكل جذري وذلك بعد صدور تقرير أممي يحذر بشدة من تضاؤل فرصة البشر لتجنب احترار خطير كوارث طبيعية غير مسبوقة تضرب العالم وسط موجات حر وفيضانات متتالية نتيجة التغيرات المناخية وقبل أقل من ثلاثة أشهر من مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في جلاسكو البريطانية نشر الجزء الأول من تقرير الهيئة الحكومية الدولية والمعنية بتغير المناخ التقرير أشار بإصبع الاتهام للبشر قائلا إنهم مسؤولون بالشكل لا لبس في عن الاضطرابات المناخية وليس لديهم خيار سوى تقليل انبعاثات الغازات الدفئة بشكل كبير وهذا التقرير التقييمي الأول منذ سبع سنوات والذي أقره موفد 195 بلدا الأيام الماضية يستعرض خمسة سيناريوهات لانبعاثات الغازات الدفئة من الأكثر تفاؤلا إلى الأكثر تشاؤما وفي كل الحالات سيصل الاحترار العالمي قرابة العام 2030 إلى واحد ونصف درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية أي قبل عشر سنوات من التقدير السابق للهيئة في العام 2018 وبحلول العام 2050 ستستمر زيادة فوق هذه العتبة وهي أحد حدود اتفاق باريس للمناخ حتى لو نجح العالم في الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفئة وإذا لم تخفض هذه الانبعاثات بشكل حاد سيتم تجاوز عتبة درجتين مئويتين خلال القرن الحالي وللمرات الأولى تشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخ إلى عدم القدرة على استبعاد حدوث نقاط تحول مثل ذوبان الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية أو موت الغابات ما قد يؤدي إلى تغير جزري للنظام المناخي وغير قابل للعلاج وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علاء النهري النائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة بالتأكيد هناك تزايد في الحرائق الخاصة في دول جنوب أوروبا وهذا هو ما نتابعه بشكل متكرر الأسباب المباشرة وراء هذه الحرائق فضلا أيضا عن الفيضانات التي نتابعها في الكثير من الدول قراءة تطوير وده يعني مصيبة أنا شاف أنها مصيبة كبيرة بجانب الدول الإسرائيلي الأخرى نصطين لوحدها ومثل 30% من غزات البيعات الحرائق فالنهاردة لما تصلع الكلام ده كله طبعا بيانتوا عنه ثاني فيه الكربون الأوزون فلورو كلورو كربون وديه غزات دفيئة يعني معروف إنها غزات دفيئة وتؤثر بشكل كثير الكرة الأرضية من الأرض أصبحت زي السوبة المجاجية للأسف الشديد الكربون والغزات الدفيئة قلت عليه دي تنتص الحرارة اللي هي بتطلع من الأشعة تحت الحمرة بين الأرض كان الأول بتطلع ما بتلاقيش هزي الغزات تنتارب برا للغلاف الجوي والأرض سوف تحفظها على المناخ بتاعها للأسف جزء بيرتد وجزء بيمتص أصبحنا سوبة زي السوبة المجاجية كبيرة وده شيء كبير جدا أو خطير كددا الخطوات الواجب اتباعها دكتور علاء الفيضانات برضو احنا بنقول ليه الفيضانات نعم درجة حرارة واحدة ارتفاع درجة حرارة واحدة تزيد نسبة بخار المياه في الجو تبعة في المية يعني تغالي حضرت كبيرة جدا عندنا البحيطات وبحار ومراضي كتيرة جدا لتها مية الكلام ده بتحول لأنه بخار بيطلع فوق بمجرد ما بيقابل أي جسم أو هواق راطب يتكسف وينزل أمطار غزيرة وده اللي احنا شايفينه حتى في السودان وشايفينه في الشرق عسف في الصين نفسها فيها فهدارات خطيرة جدا إذن لازم العالم يحط إيده فيه بعض وإنه يخفض درجة الحرارة إلى مدون اتنين درجة قبل الثورة الصراعية ده لازم وعملناش كده للأسف الشديد احنا كنا بنقول يعني كنت بحث تتعاملت مع الألمان الفين وعشرة كنا حطين سنريات بنقول المناطق الواطية ومنها دل تأثير هتجرى هتجرى نتيجة إيزاد درجة الحرارة بيمتج عنه زوابان للجليد في المحيطات وأنا بشوف بالكلام صور فضائيئ على طول زوابان بشكل كبير جدا كنا بنقول بعد سنة الفين ومية هيحصل غرق للمناطق الواطية ومنها دل تنين النهاردة بقول الفين وخمتين يعني للأسف الشديد زيادة درجة الحرارة وعدم اهتمام واكتراس العالم بالغازات الدفئة ده شيء خطير جدا وهيضمر كرة رضي للأسف الشديد في إطار كل هذه المعطيات في إطار كل هذه المعطيات التي ذكرتها دكتور علاء يعني برأيك ما هي أبرز الخطوات التي يجب اتباعها لمواجهة هذه المخاطر الخاصة بالتغير المناخي لأنها تغيرات كثيرة في الكثير من الدول وكما نتابعه في منتهى الخطورة يعني برأيك ما هي أبرز هذه الخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها خلال هذه الفترة تحديدا أبرز الخطوات اللي موجودة لازم القادة العالم يحزو سياسة السيد الرئيس الفتاة السيسي فيه تتعامله مع المناس السيد الرئيس من سنت من 2015 ومؤتمر باريس مرورا في مؤتمر التنوع الفيولوجي اللي تم عندنا استضفناه في شرم الشيخ واللي جاي يقولون إن شاء الله المؤتمر التنوع اللي هو السيد العشر يبقى في كيلترا الكلام ده كل سيد الرئيس مهتمي جدا وقال على الدول الصناعية الكبرى المتسببة في هذه التوارث إنها تتحمل العباء عن الدول الفقيرة والدول النبياء ده حل بالحلول الحل الأهم بقى واللي موجود عندنا إن لازم نستعمل الطاقة النظيفة الرياح وطاقة من الشمس طفل الشمس للآخر يعني مصر بالرغم إنها بتنتج يعني لا تذكر من غازات البعاءات الحراري ومع ذلك مصر عندها أكبر محطة النهاردة على المستوى الشرق الأوسط في بمبان من طاقة بالطاقة الشمسية وعندنا طاقة الرياح في الزعفرانة وفي جبل الزيت طول ما تباشي على نعم تحل البحر ما تشوفي المزارع الرياح دي طاقة مصر مهتمة جدا خيادة المصرية مهتمة جدا بيستغلب على طغيرات المناخية للأسف الشديد دولة الصين النهاردة التي تنتج 30% من غازات البعاءات الحراري يليها أمريك 15% لم تهتم يعني يعني بيقولك عايزين نعوض اللي فاتنا من موضوع كورونا وقفل بعض البطانة تبتدوا النهاردة يفتحوا 50 أشكركم شكرا جزيلا وجد نظر حضرتك وصلت الدكتور علاء النهري النائب رئيس المركز الأقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة شكرا جزيلا لك ارتفعت إصابات فيروس كورونا عالميا إلى أكثر من 203 ملايين و300 ألف إصابة حسب آخر إحصاءات جامعة جونس هوبكنز يأتي ذلك فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين و300 ألف حالة وقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بنحو 617 ألف حالة وفاء تلتها البرازيل بنحو 563 ألف حالة وفاء وجاءت الهند في المرتبة الثالثة والمكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات سجلت الهند 28 ألف و204 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تعد هذه أقل حصيلة إصابات يومية منذ 147 يوما ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليون وتسعمائة وثمانية وتسعين ألف شخص وقد ذكرت وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 373 وفا جديدة ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 428 ألفا وأرب وستمائة واثنين وثمانين شخصا في أستراليا سجلت مدينة سيدني وهي كبرى مدن البلاد حصيلة قياسية لعدد الإصابات بفيروس كورونا على الرغم من دخول أكثر من 5 ملايين شخص أسبوعهم السابع من الحجر وفي ولاية تانيو ساوث ويلز تم تسجيل 356 إصابة جديدة وهو عدد قياسي منذ عودة انتشار الوباء على نطاق واسع في منتصف يونيو بسبب المتحور دلتا هذا وقد تلقى نحو 20% فقط من الأستراليين جرعتين من اللقاح بسبب مشكلات في الإمداد وتشكيك السكان باللقاحات على نطاق واسع رفع انتشار السلالة المتحورة دلتا أعداد المصابين بكورونا داخل المستشفات وخارجها بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ 6 أشهر بلغ متوسط عدد حالات الإصابة بكورونا 100 ألف لثلاثة أيام على التوالي وزاد عدد المصابين بكورونا في المستشفيات بنسبة 40% دلتا اسم بات يثير الرعب في النفوس وهي سلالة فيروس كورونا الأكثر تفشياً على المستوى العالمي والأكثر خطورة حتى الآن بحسب تحذيرات منظمة الصحة العالمية ومنذ اكتشافها في الهند للمرة الأولى قبل عدة أشهر تواصل معدلات العدوى والإصابة بدلتا في التزايد بعد أن أثبتت هذه السلالة قدرتها على نقل العدوى للمحصنين باللقاحات حتى إنها انتشرت في 32 دولة حول العالم على الأقل منظمة الصحة العالمية صنفت دلتا بأنها سلالة مثيرة للقلق أثبتت قدرتها على الانتشار على نحو متصاعد وهي المسؤولة عن الأعداد الكبيرة من الحالات المرضية الحادة بالفيروس وتشير أصابع الاتهام إلى هذه السلالة الفتاكة حيث أدت لتقليص فوائد لقاحات كورونا وكشف باحثون الصينيون أن عدد الفيروسات التي تم اكتشافها في مصابين بسلالة دلتا يزيد أكثر من ألف مرة مقارنة مع النسخة الأصلية من فيروس كورونا أعلنت الهيئة الصحية السويسرية أنها وافقت على استخدام لقاح مديرنا المضاد لكورونا لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما قالت الهيئة أنها أعطت موافقتها على أساس دراسة أجريت على 3732 شخصا من هذه الفئة العمرية وقد أظهرت ترد فعل مناعي مماثل لما أظهرته الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاما باستخدام الجرعة نفسها انعكست الإجراءات الاستثنائية السياسية للرئيس التونسي قيس سعيد بالإجاب على الملف الصحي بالبلاد في هذا الإطار نجحت الدولة التونسية في مواجهة فيروس كورونا حيث بدأت أعداد الإصابة في الانخفاض في ظل عمليات تلقيح مكثف ضد هذا الفيروس الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي كان لها عظيم الأثر ليس فقط على الوضع السياسي والاجتماعي ومحاربة الفساد ولكن أيضا على التحدي الأكبر الذي تواجهه تونس وهو مواجهة وباء كورونا الذي تسبب في وقوع ألاف الضحايا الوزير المكلف بوزارة الصحة التونسية علم رابط أكد أن الوضع الوبائي الناتج عن انتشار وباء كورونا في بلاده أصبح يتسم بالانفراج وقال مرابط أن الأرقام المتعلقة بهذا المرض شهدت انخفاضا ملحوظا وصفنا اليوم الوطنية المفتوحة للتلقيح ضد فيروس كورونا بالناجح بنسبة كبيرة نجاح الدولة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد في مواجهة الوباء أكده أيضا المدير العام للصحة العسكرية في تونس مصطفى الفرجاني حيث قال إن أغلب الأرقام المتعلقة بالوضع الوبائي في البلاد سجلت تراجعا وانخفضت نسبة التحليل الإيجابية إلى 23% ورغم هذه التأكيدات التي تتضمن إشارات تفاؤل بإمكانية تجاوز أزمة الفيروس تتوالى المساعدات العربية والأجنبية إلى تونس حيث وصلت العديد من الطائرات المحملة بمعدات طبية وكميات من الأكسوجين في محاولة لمساعدة تونس على مواجهة هذا الوباء أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الصحية في غينيا سجلت أو الوفاء بفيروس ماربورغ وهو حمى نسفية شديدة العدوى شبيهة بفيروس إيبولا أصدرت المنظمة إنذارا طارئا بعد وفاة رجل بسبب الفيروس مشيرة إلى أن معدلات الوفيات بفيروس ماربورغ تعد عالية وحتى الآن لا يوجد دواء معتمد لمكافحته يبدو أن العالم ما بات على موعد مع موجات وبائية لا نهاية لها فبعد أن أدى فيروس كورونا إلى الشلل الحياة على كوكب الأرض بعد أن تجاوزت إصاباته أكثر من مائتي مليون شخص ظهر إلى السطح وافد جديد غير مرغوب فيه يدعى فيروس ماربورغ منظمة الصحة العالمية أعلنت تسجيل أول إصابة بالفيروس المميت الذي ينتمي إلى عائلة إيبولا في غرب أفريقيا وقالت المنظمة أن الفيروس الذي تنقله الخفافيش والذي يصل معدل الوفاة النتيجة عنه إلى 88% تم اكتشافه في عينات مأخوذة من مريض فارق الحياة في إحدى مقاطعات غينيا الجنوبية اكتشافه يأتي بعد شهرين فقط من إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء التفاشي الثاني لفيروس إيبولا في غينيا الذي ظهر العام الماضي وأصفر عن وفاته 12 شخصا ويرتبط فيروس ماربورغ بالكهوف والمناجم التي تأوي الخفافيش وما إن يصاب به الإنسان حتى تنتشر العدوى من شخص إلى آخر عن طريق التلامس فيروس لم يعتمد أي لقاح أو دواء لعلاجه حتى الآن ويتلقى المصابون به رعاية وعلاجا للمضاعفات والجفاف تعمل فقط على تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة ونشرتنا متواصلة وتتابعون فيها الرئيس لبناني ميشيل عون يؤكد أن حرية الرأي والتعبير مصانة بموجب الدستور ويستنكر حملات الهجوم على البتريارك الماروني أعلنت السلطات العراقية تعرض خطوط الكهرباء بين كاركوك وبيجي لعمل تخريبي ما تسبب بسقوط سبعة أبراج ناقلة للطاقة الكهربائية وقد ذكرت شركة الكهرباء الشمالية أن عمليات استهداف الخطوط الناقلة للكهرباء تزيد وبشكل كبير حيث تتعمد التنظيمات الإرهابية استهداف منظومة الكهرباء وقد كانت قيادة العمليات الأمنية المشتركة قد كشفت عن إعداد خطط بتنصيق مع وزارة الكهرباء لحماية أبراج الطاقة كما أعلنت عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين في استهدافها قالت الرئاسة السورية على تويتر أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسين عرنوس ويقضي المرسوم التشعي بتكليف عرنوس بتشكيل الوزارة وتشمل ست حقائب جديدة من ضمنها الإعلام والتجارة الداخلية حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف من تصاعد العنف في سوريا خلال يوليو الماضي الأمر الذي نجم عنه مقتل وإصابة العشرات من الأطفال وقد أضفت المنظمة الأممية أن تصاعد المستمر للعنف خاصة في شمال سوريا قد أدى لمقتل وإصابة ما لا يقل عن أربعة عن خمسة وأربعين طفلا خلال شهر الماضي كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا قد دع جميع الأطراف في سوريا إلى التمسك بمبدأ حماية المدنيين كما حث الجميع على التهدئة أعلنت مفاوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين أنها تمكنت من الوصول إلى مخيمين للاجئين في إقليم تيجري الإسيوبي الذي يشهد حربا وأقل المتحدث باسم المنظمة بوريس تشيرشيكوف إن معارك عنيفة في المنطقة منعت موظف المفاوضية من الوصول إلى هذين المخيمين وتم استئناف تسليم المساعدة الطارئة لنحو 23 ألف من اللاجئين وأشار المتحدث باسم المفاوضية أنه يبقي الوصول محدودا بسبب الوضع الأمني المعقد وغير المستقر داعيا لتوفير ممر آمن من أجل السماح بنقل اللاجئين كما أشارت المفاوضية إلى ارتفاع في عدد اللاجئين الذين يعبرون الحدود نحو السودان من إثيوبيا دعت الحكومة الإثيوبية إلى تعبئة كل الإثيوبيين القادرين على حمل السلاح للمشاركة في القتال ضد قوات أقليم تيجري وقد جاء ذلك في بيان لرئاسة الوزراء وذلك بعدما أعلنت قبل أقل من شهرين وقف إطلاق نار من طرف واحد كان مقاتلو منطقة تيجري الإثيوبية قد أكدوا الأحد الماضي أنهم سيطروا على مدينة لاليبيلا التاريخية وذلك في منطقة أمهر المجاورة وشنت الحكومة الإثيوبية هجوما على جبهة تحرير شعب تيجري في نوفمبر الماضي بعد سنوات من التوتر بينهما شددها الرئيس اللبناني ميشيل عون على أن حرية الرأي والتعبير مصانة بموجب الدستور وأكد عون خلال التصاني هاتفين مع البطريارك الماروني بشارة بطرس الراعي أكد أن أي رأي يجب أن يبقى في الإطار السياسي ولا يجنح إلى التجريح والإساءة حفاظا على الوحدة الوطنية وضمانة الاستقرار العام في البلاد وأستنكرعون ما تعرض له البطريارك الماروني مما وصفه بحملات مرفوضة وكان البطريارك بشارة الراعي قد دعا أمس الجيش اللبناني بفرض سيطرته على الجنوب لمنع إطلاق الصواريخ حماية لأمن لبنان نفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية اعتزام الرئيس ميشيل عون طلب الحصول على 12 مقعدا وزاريا من أصل 24 مقعدا في الحكومة المزمعة تشكيلها من جهتي أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أنه لما تعقد أي لقاءات بين رئيس الحكومة وأي وسيط لرئيس الجمهورية أو مفاوضات جانبية حول تشكيل الحكومة قد أكد أيضا المكتب الإعلامي لميقاتي أن اللقاءات التي جمعت بين رئيس عون ورئيس الحكومة المكلف قد جرت وبشكل مباشر وعلني دون أي وساطة بين الطرفين وتحديدا من رئيس طيار الوطني الحر جبران باسيل ودع ميقات جميع وسائل الإعلام إلى تحر الدقة خلال هذه المرحلة لتجنب خروج عملية تشكيل الحكومة من مسارها الصحيح يشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حد تراجعت معها القدرة الشرائية للمواطنين كما أدت الأزمة الاقتصادية إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية مما أدى إلى انخفاض مخزون الوقود والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات حوادث دامية يشهدها لبنان على وقع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب البلاد وإشكالية نقص الوقود الجيش اللبناني قال في بيان له أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في مشاجرات تتعلق بالنقص الحاد في الوقود وعودة الطوابير الممتدة أمام المحطات وأوضح بيان للجيش أن رجلا قتل خلال مشادة بشأن تعبئة الوقود شمال لبنان مشيرا إلى أن الثاني آخرين قتل في ترابلس للسبب نفسه ويعاني لبنان أزمة في توفر الوقود واضطرت الحكومات المتعاقبة إلى رفع سعره وبسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد وتراجع قيمة العملة المحلية لا تتوافر لاعتمادات لازمة لتمويل الواردات من الوقود أزمات عدة تواجه لبنان فشلت النخبة السياسية في وضع نهاية لها مما عكس على تردي الأوضاع الاقتصادية وهو ما دفع اللبنانيين للتظاهر ومطالبة السياسيين بإنقاذ البلاد مما هي فيه يمثل استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية انتعاشا كبيرا للقطاع السياحي وذلك في ضوء جهود الحكومة وتحركاتها خلال السنوات الماضية وتعد السوق الروسية من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وبشكل خاص الغردقة وشرم الشيخ برمالها الذهبية وطبيعتها الساحرة تستقبل ضفاف البحر الأحمر الأحلى في مصر والأجمل في العالم عشاقها من ضيوف مصر من السياح الروس بعد عودة الرحلات السياحية إن مصر بلد جميلة وودودة وأحببت مصر كثيرا لأن بحرها رائع وبها أماكن سياحية كثيرة جميلة جدا وشخصيات ودودة الجهود المصرية الحثيثة تكللت باستئناف السياحة الروسية لمقصدها الأول وانتصار للسياحة المصرية التي تجاوزت تداعيات جائحة كورونا لتواصل انتعاشها يوما بعد يوم كنا في غاية الحزن لتوقف الطيران لشرم الشيخ لقد كان استقبالنا رائع وفي منتهى الجمال ودف عودة حميدة وابتسامة اعتلت الوجوه منذ اللحظة الأولى التي لمست أقدام السائحين الروس فيها أرض الكنانة ابتسامة حملت أمالهم في رحلة ممتعة كما حملت ذكريات لأيام ماضية قضوها في مصر ولن تنسى إنه لا إحساس رائع للعودة لمصر مرة أخرى لقد جئت هنا مع أمي وسعداء بعودتنا مرة أخرى نحن نحب البحر الأحمر لأنه الأفضل في العالم ونحب مصر والتقاليد المصرية ومصر في قلوبنا وإثباتا لحسن اختيارهم استعدت مطارات وفنادق ومنتجعات المدن السياحية على ضفاف البحر الأحمر على قدم وساق لتوفير إقامة مريحة وآمنة للسياح من مختلف دول العالم كنت أنتظر منذ فترة طويلة أن تعود السياحة لمصر وأود بشدة أن أجاهد البحر الأحمر وأتمنى أن أقضي إجازة سعيدة وجميلة مثل هذا الاستقبال الرائع هكذا هي أرض الكنانة كما كانت واعتادت أن تكون يتوافد عليها السياح من مختلف دول العالم بينما تدعب أحلام أقرانهم الذين لم يحلفهم الحظ في انتظار تحقيق الحلم والفوز بزيارة يستمتعون بها ويتحاكون بلحظاتها على مر العصور في إطار الحرص على تقديم الخدمات العلاجية وفقا للمعايير الدولية وجهت وزيرة التضامة الاجتماعيين نيفين القباج بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان بصفة مستمرة بالإضافة إلى تكتيف برامج التدريب والأنشطة المختلفة للمتعافين وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل جاء ذلك خلال تفقد وزيرة التضامة الاجتماعي غرفة مراقبة المراكز العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمقر الصندوق وقد اطلعت القباج على آليات عمل الغرفة وكيفية متابعة المراكز العلاجية التابعة للصندوق والبالغي عددها 27 مركزا علاجيا على مستوى 17 محافظة حتى الآن كذلك متابعة عمل العيادات الخارجية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل الأصمرات وبشير الخير والمحروصة أطلق منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية مؤتمرا بعنوان دور الدين في دعم العيش المشترك جاء هذا المؤتمر بحضور رئيس الطائفة الإنجلية القس أندريا زاكي ووزير الأوقاف مختار جمعة وذلك بمشاركة نخبة قادة من فكر المجتمع من مختلف المجالات وعدد من علماء الدين الإسلامية وقد ناقشت الجلسة الافتتاحية موضوع الفقه والتفسير ودعم العيش المشترك كما يناقش المؤتمر أيضا موضوع العيش المشترك بين النظرية والتطبيق من خلال عرض نماذج من مبادرات منتدى حوار الثقافات لدعم العيش المشترك العلاقة بين الدين والوطن علاقة التكامل فكما أن الوطن يحتم علينا جميعا منا أن نكون كما يؤكد سيادة الرئيس دائما أن نكون يدا واحدة فالأديان أيضا تحتم علينا حسن المعاملة والتسامح الديني الحقيقة هذا اللقاء يعسخ لمفاهيم التعايش الديني والتسامح الديني حضور الوعزات والرهبات والأئمة والقساوسة معا تعسيخ لهذا المفهوم اللي بنأكد عليه أن لقاءتنا لقاءات وطنية بحب وبتسامح وبوطنية كاملة وبندعم هذا وبندعو إلى تعسيخ ذلك وبندعو إلى تكسيف هذه اللقاءات وفي ظل القيادة السياسية الحكيمة التي تدفع نحو المواطنة والتي تدفع نحو التعددية وقبول الآخر يأتي هذا اللقاء ليعبر أن الدين له دور إيجابي هام جدا وأن القيادة الدينية أيضا بتلعب دور مهم في دعم العيش المشترك ودعم المواطنة هذا المجتمع الذي يميل ويتجه نحو الاعتدال هو نموذج مهم في المنطقة العربية والعالم ككل ولأن تحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة أهم أخبار المال والأعمال مع ميرفاة الميليكي إلى كميرفا شكرا سحر وريهام وأهلا بكم مشاهدين مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد تواصل الدولة جهودها لإحداث تنمية حقيقية للمدن تبدأ بخلق محاور وطرق تستوى بالزيادة الحالية والمستقبلية في السكان وعملية التنمية وأوضح وزير الإسكان عاصم الجزار أنه يجري الانتهاء من مراجعة التصميمات الخاصة بالطرق أو الطريق الرابط بين مدينة برج العرب الجديدة وطريق الأسكندرية مطروح الساحلية وذلك بطول ثمانية كيلو متر متضمنا الأعمال الصناعية بتكلفة تقدرية بنحو خمسمائة مليون جنيه لرب المدينة بالساحل الشمالي الغربي بطريق على أعلى مستوى إلى البورصة المصرية حيث أنهت المؤشرات الجلسة على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وارتفع رأس المال السوقية بنحو ميدياري ومائة مليون جنيه عند مستوى 713 مليار و370 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إيجي أكترتي بنسبة 49 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 1853 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكترتي والذي ارتفع بنسبة 44 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 2866 نقطة الارتفاعات امتدت أيضا إلى مؤشر إيجي أكترتي متساوي الأوزان والذي ارتفع بنسبة 26 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 3845 نقطة نتحول إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيها و 65 قرشا للشراء و 15 جنيها و 74 قرشا للبيع اليورو سجل 18 جنيها و 34 قرشا للشراء و 18 جنيها و 46 قرشا للبيع في حين سجل الجنيه الاسترليني 21 جنيها و 69 قرشا للشراء و 21 جنيها و 83 قرشا للبيع وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و 26 قرشا للشراء و 4 جنيهات و 28 قرشا للبيع في حين وصل الريال السعودي إلى 4 جنيهات و 17 قرشا للشراء و 4 جنيهات و 19 قرشا للبيع إلى أسواق المعادن النفيسة حيث ارتفعت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1734 دولار و 58 سنة للأوقية أما على الصعيد المحلي فقد تراجعت أسعار الذهب ليسجل الذهب عيار 18 نحو 650 جنيها عيار 21 758 جنيها عيار 24 سجل 867 جنيها وأخيرا وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6064 جنيها في ألمانيا أظهر مسحو اقتصادي أن معنويات المستثمرين قد تدهورت لشهر الثالث على التوالي في أغسطس وذلك على خلفية مخاوف من تعطر التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا بفعل زيادة الإصابات بفيروس كورونا وموجة الرابعة من الإصابات بالفيروس وقال معهد البخوث الاقتصادية إن مؤاشره لمعنويات المستثمرين قد انخفض إلى 40.4% من 63.3 نقطة في الشهر السابق نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لسحر وريهم إليكم شكرا لكم بربطة المليجية ومن أخبار الاقتصاد إلى عنوين النشاق رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فرق الأطفاء تواصل عمليات مكافحة الحرائق في اليونان وإجلاء الألاف من السكان ارتفاع إصابات ويروس كورونا عالميا إلى أكثر من 203 ملايين و300 ألف إصابة وصلنا إلى ختام نشط السادسة على شاشة التلفزيون المصري شكرا لكم وإلى اللقاء